سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش الفينو بس بالديقي الاصمر الديقي الاصمر مفيد جدا لانه في نسبة الياف عالية كمان احنا هنا زودنا له حبوب كاملة زي الشفان وجنين الامح وبزر الكتان والكنوة وطبعا كل دول يوم فوائد كبيرة جدا ممكن تعملي صندوقشات المدرسة للولاد منه مفيد قوي الناس اللي بتعمل ضايت احنا عادي ناكل منه وطعمه جميل ومفيد جدا 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 عملنا هنا الكايزر والعيش الفينو وكمان عملنا الطوست شكله حلو وطعمه جميل جدا ومفيد طبعا جدا جدا يلا نشوف ما قادرنا ونشوف هنعمل النهاردة عندنا كيلو دقيق اصمر لو مش متوفر هتحط كيلو لربع دقيق ابيض وربع كيلو ردة تمام؟ عندي كباية حبوب زي قولنا زي شفان جنين قمح بزر كتان كنوة بزور شاية عندنا كمان كباية زبادي ونص كباية زيت تلات معلق كبار خل معلقة ونص خميرة معلقة ونص سكر رشة ملح ومعلقة كبيرة بيكينج باودر دي الحبوب الكاملة هي متنوعة حاطين كل حاجة وعندي كباية مية سخنة بتغلي هضيفها للكباية دي بتاعت الحبوب وانقعهم نص ساعة وهنا ربع كباية مية دافية زي ما تعودنا ان احنا نعمل اختبار للخميرة عشان اشوفها هي شغالة ولا لا قبل ما بوز العجينة بتاعتي قلبناهم مع بعض وهركنهم شوي وادي الدقيق حطينا عليه رشة الملح والبيكينج باودر معلقة كبيرة شايفين هنا بنسبة الالياف في الدقيق بالشكل ده وادي كباية زبادي كبيرة بالكباية المعيارية وثلاث معلق كبار واحاول اقلبهم كويس في العجين بالشكل ده شايفين الخميرة عالية ازاي تبقى الخميرة كده كويسة حلوة هتخلي العجين بتاعي يخمر وكويسة جدا هنا دي كباية الحبوب الكاملة اللي احنا نقعناها في كباية مية بتغلي هنضفها على فكرة يا جماعة دي اختياري لو متوفرة عندك الحاجات دي حطيها مش متوفرة خلاص مفيش مشكلة تمام وادي نص كباية الزيت وجنبي كباية مية دافية هاخد منها وزود حبة بحبة لغاية ما العجينة بتتلم او المكونات كلها تتلم مع بعضا بالشكل ده رشة الرخامة دقيق ونزلت العجينة بتاعتي بالشكل ده عايز اقول لكم ان احنا ما اخدناش كمية المية كلها هنا العجينة مختلفة تماما عن العيش الابيض هتلاقيها ملزقة زيادة وهتلاقيها كمان مش بتمط معاكي لان ما فيهاش عرق تمام هرش كل وانا بعجينها كده كل شوية رشة دقيق تمام بالشكل ده واحاول عجينها قدر المستطاع لانها مش هتتعجن زي التاني ما بنعجنه تمام كل ما تحتاج رشة دقيق هتدلها بالشكل ده عايز اقول لك برضو هي كده تعجنتها بس في النهاية هي برضو ملزقة تمام خلاص عجلناها بما فيك كفاية حوالي عشر دقيق هحطها في بولة وارش على وشهاد دقيق كده واغطيها بكيس بلاستيك وفوتة نظيفة وحطها اكون مش اغالة الفرن بتاعي خمس دقيق وطفيها يبقى دافي هحطها تخمر هنا خمرت بالشكل ده يلا بقى نشكلها ونشوف هنعمل منها ايه هرش طبعا دقيق واخد جزء من العجينة بالشكل ده وافرده يبقى سمكه متوسط حوالي سانتي شايفين سمكه كتير هنا قلب الانجلش كيك ده هنا زيت والعجينة بتاعتي شايفين عملتها زي الرول كده وحطتها في القلب الانجلش وعايز ايك وتاخدوا بالك شايفين هو يضوبك التلت عجين والتلتين فادي تمام واركن هبقى عشان تخمر هعمل حاجة تانية هنا هنعمل اللي هو العيش الكايزر بالشكل ده برضو عندي صنية الومنيوم انا بفضل الالمنيوم في الخبيز يا جماعة علشان ما بيحرقش الحاجة تمام ويوزع الحرارة كويس جدا وده هنا هزيت وابتدي اعمل العيش بتاعي اللي هو الكايزر بالشكل ده طبعا ببلي ايدي شوية دقيقة علشان اعرف اتحكم في العاجين علشان زا ما اتفقنا هي مهما عملتي فيها هي ملزقة بالشكل ده خلصنا الكايزر هعمل هنا العيش الفينو هعمله بحجم صغير شوية زا ما اتفقنا بنرش الروخيامة دقيق وعلى وشه دقيق هنا بسمك اه اه حوالي صمتي كده وهروح برضو برماعة على بعضه كده وعمله رول كده بالشكل ده ونعمل واحد تاني هاخد جزء صغير قد البيضة كده وافرده وبعدين اروح لفاة على بعضه بالشكل ده تمام نعمل كمان لغاية ما خلصنا كل الكمية بتاعتنا تمام زي الفل رصنها في صانية ألومنيوم مدهونة زيت بالشكل ده الفرن بتاعي دافي وهنا دي حلة فيها مية بتغلي هحط العجين يخمر الفرن دافي يعني شغلنا خمس دقيق وطفينا وحطت الحلة دي تحت وهو عرف تلع معي بالشكل ده خمر شايفين فاكرين التوست كان قد ايه خمر والبخار ما خلهوش ينشف تمام هنا هدهن شوية لبن بودرة صغيرين خالص وعليهم رشة نسكة فيه بسيطة جدا ومعلقة سكر وشوية مية صغيرين وبدهن الوش العجينة بتاعتي وابتدي ارش من الحبوب اللي عندي زي الشوفان وهنا حطت حبة البركة بالشكل ده ودخل الفرن على درجة حرارة ميتين على الارضية تحت والشوية فوق شغالة على الهادي لو ما بتشتغلش هستنى لما يحمر من تحت وشغل الشوية من فوق بياخد في الفرن حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة انما تسوية التوست بيدخلوا على الراف الوسطاني زي الكيك على مية وتمانين لغاية ما يتحمر فوق وتحت ويبقى بالشكل الجميل ده شايفين قلبناه وبعدين غطيت وشه بفوطة من الدية علشان الوش ما ينشفش وهنقطعه بالشكل ده اذا ورهولكم من جوة شكله تحفة شايفين وانفرغ مش مكتوم في بعض ولا حاجة زي الفل شايفين زي اللي بنشتري من برا وطبعا انضف واحسن شايفين عملنا ايه كيلو دقيق عملنا كمية حلوة جدا ممكن تدي الولاد المدرسة معاهم شكله جميل والطعم جميل جدا والطريقة سهلة مفيهاش اي حاجة شايفين طحفة زي ما اتفقنا ان القلب التوست تسوف في نص البوتاجاز مش على الارضية على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 كأنك بتعملي كيك بالزبط طبعا انا عايز اقولك ان العيش مفيد جدا ينفع تعمليلي الولاد في المدرسة سندوتشات وبما اننا عملنا المايونيز في البيت والكاتشاف في البيت واللانشون في البيت ودي كمان العيش في البيت وندلهم بقى سندوتش صحي مفيد وهيعجبهم جدا وطعمه في منتهى الجمال شايفين اظن مفيش احسن من كده ولا انضف من كده وكفية ان كنت عاملة كل حاجة في البيت ودي التوست شايفين عامل ازاي شكله حلو جدا وطعمه جميل جدا جدا اتمنى يكون الفيديو عجبك لو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا